من هم اللاعبون الأساسيون في هذه الأرض في هذه المنطقة في هذه البقعة وأيضا في هذه الأحداث أول هؤلاء اللاعبين هو حاكم إقليم التجري حاكم إقليم التجري وكان هو ده الراجل حاكم إقليم التجري اسمه سيد ديبر تسيون ده كان فيما مضى نائب رئيس الوزراء الإثيوبي وتم الاستغناء عن خدماته وأصبح حاكما لإقليم التجري كان زمان التجري هي اللي بتحكم وبتشارك في الحكم لما أبي أحمد وصل للحكم أزاح قبائل التجري من الحكم وهذا الرجل هو حاكم الإقليم بشكل رسمي وكان نائب رئيس الوزراء وهذا الرجل له يعني باع طويل وله كلمة داخل الإقليم اللاعب التاني هو الجيش الفيدرالي والقوات الفيدرالية اللي عددها 200-300 ألف جندي والقوات التجري حوالي 250 ألف جندي أيضا أريتريا أحد اللاعبين الأساسيين وزي ما قلنا أنه السياسي أفورقي رئيس أريتريا فيه اتفاقية سلام بينه وبين أبي أحمد فمن ثم هناك محاولة أريتريا إثيوبية لي وضع التجري ككماشة بين فكي أسدين بين الحكومة الفيدرالية الأثيوبية في الجنوب وبين الجار الأريتريا الجار في الغرب اللي هو أريتريا يعني الحكومة الأثيوبية بجيشها بتنطلق شمالا والقوات الارترية بتنطلق جنوبا لوضع قوات التجري في ما بين الكماشة الاتيوبية الارترية ده جزء ايضا اللاعب التاني السودان لان سودان حدود السودان في شمال غرب قليم التجري فمن سما السودان ايضا لاعب اساسي في الموضوع لانه النازحين الفارين من هذا القصف الشديد والمتتالي من القوات الاثيوبية على جبهة التجري الاف الاثيوبيين بدأوا يعبروا الى السودان سيرا على الاقدام ونزوح جماعي مما يؤدي الى خلخلة في التركيبة السكانية نمرة واحد نمرة اتنين يؤدي الى عملية النزوح الجماعي وما ياتبعه من انهيار في الخدمات وحقوق الانسان وعملية الامراض والقتل الاخيرة اعتقد انه الوضع العام ده الجيش الاثيوبي وفي منطقة التجري بهذا الشكل يعني دولة بتبني نفسها وبنقول عايزين نبني وبنقول عايزين نتعاون الى اخره يعني كنا في غنى عن هذا بشكل كبير جدا وفي انقسامات عرقية طبعا ومخاوف من دلاع زي ما قلت يعني حرب اهلية لانه زعيم التجري مصر تماما انه لم يخرق القانون ولم يخرق الدستور وبيقول انه اللي خرق الدستور وخرق القانون هو ابي احمد لانه رفض انه يعمل انتخابات واجل انتخابات بحجة جواهية قالك حجة الكورونا لكن التجري عمل انتخابات ونجحت ايضا في ظل كورونا فبيقولوا انه النبي احمد غير شرعي ومنتهي وليته وكل ما يقوم به اعتقد غير قانوني